هو لماذا سمي زمن جميل أصلاً؟ يعني لماذا الآن زمننا غير جميل؟ أنا أعتقد أنه ما له علاقة زمن جميل بالإنجازات على أي مستوى وليس بالقطع على مستوى كرة القدم وعلى مستوى الرياضة السعودية دعنا نقول لكن لأنه من عاش ذاك الزمن يعني اللي منكم جيلنا واللي أصغر واللي شوي واللي أكبر شوي ربما هم اللي عاصروا فترة التكوين الحقيقي للوطن في كل المجالات فإن تتذكر البدايات في كل شيء أنت دائماً في مو بدايات البدايات الأولى ولكن بدايات الحقيقية للأشياء التعليم والصح أكل بعض الأشياء المجلزات والطرق يعني عفوا نحن كنا في يوم من الأيام أنا أول ما رحت لأمريكا على فكرة كنت ذهرت لما شفت الفريويز طرق الهايوي هلا طرقة سريعة وتمنيت في يوم من الأيام أنه توجد طرق سريعة وأنا حي على قيد الحياة فوجيت أنا بعد عشر سنوات من زيارتي وفتتحه هو طريق سريع بالمملكة فبتالي هذا أقول الله شوف الزمن الجميل لما كنا ننتقل مثلاً بين الخرج والرياض بهذاك الطريق المفرد التعيس اللي في حوادث والآن شوف الطرق العملاقة فأقول الله ذاك الزمن الجميل طيب كيف زمن جميل وهو تعيس؟ كيف زمن جميل وفي بلاوي؟ كيف زمن جميل وهو شعيح؟ جداً في كل المجالات شعيح؟ في كل مجال أنت تنظر إليه كان شعيح؟ حقيقة نعم صارت الطفرة في بداية التسعينات 93-94 جميل وطفرة غيرت كل شيء حقيقة غيرت كل شيء ربما لم تكن جيدة زمن لم تكن جيدة زمن لم تخدمه المنجزات كيف يكون زمن جميل؟ يعني لايك كيف يكون زمن ربما ربما تعيس يعني تعيس كل مقاس مساحر لا لا عفوا لا لا تعيس على شح الإمكانات على شح الإمكانات؟ شح الإمكانات طيب إذن إذن كيف يكون جميلاً وهو شعيح الإمكانات من كل خلال لكن إذا تكلمنا على مستوى الرياضة؟ الرياضة كان فيه منجز لحظة لو تكرنت بس دعني بس حتى أصل ممكن لها المرحلة لهذا لا يمكن نقول زمن جميل وزمن غير جميل وربما تكون البراءة إذا أردنا أن نسمي جميل لأنه بريء ربما البراءة ما كانت قبل هذا أيضا لما كان المجتمع بالفعل فطري والفعل جميل وبالفعل هناك قيم إنسانية موجودة على مختلف العلاقات الإنسانية داخل مجتمعنا فبالتالي كل زمن أو كل جيل يعتقد بأنه زمن جميل إلى اليوم أنا ما أدري هل أطفالنا بعد ثلاثين أو ربعين سنين يقول الله على الزمن الجميل لما معنا الآيفون ما ندري عربتي فالكرة